اشتركوا في القناة مصر العربية الشقيقة واستعرض جلالة الملك المفدى واخوه خادم الحرمين الشريفين اواصر العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تشهد تطورا مستمرا في مختلف الميادين معربين يحفظهم الله عن اعتزازهما بالمستوى المتميز الذي وصلت اليه هذه العلاقات الراسخة والسعي المستمر لتطوير اليات التعاون والتنسيق على مختلف الصعود في ظل حرص القيادتين على تحقيق كل ما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين ويخدم مصالحهم المشتركة مثمنا جلالة الملك المفدى المواقف المشرفة لاخيه خادم الحرمين الشريفين والداعمة على الدوام لمملكة البحرين وشعبها في كل المواقف والظروف وجهوده رعاه الله في توطيد وترسيخ العلاقات البحرينية السعودية كما جرى خلال اللقاء بحث مجريات الأحداث في المنطقة والتطورات الإقليمية والدولية وتبادل وجهة النظر حيالها بالإضافة إلى استعراض أهم القضايا والمواضيع المدرجة على جدول أعمال القمة العربية الأوروبية حيث أعرب العاهلان رعاهم الله عن تطلعهما في أن تسهم هذه القمة التاريخية المهمة في تقوية الشراكة العربية الأوروبية وتعزيز أطر التعاون على المستويات كافة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة للجانبين وأعرب صاحب الجلالة عن تقديره واعتزازه بالدور الرياضي الذي تطلع به المملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين في نصرة القضايا العادلة للأمة العربية والدفاع عن مصالحها العليا والحرص الدائم على توحيد الجهود والمواقف العربية لمواجهة كافة التحديات حضر اللقاء الوفدان المرافقان